سؤال بتاعك برضو ده في غاية الأهمية الناس بتسأله ازاي يقول لك أنا ليه اروح اجيب بطارية طاقة شمسية البطارية دي على فكرة تلاقي مثلا 150 اور منها 900 ريال او 800 ريال غالية تمام في حين ان بطارية في السيارة بتاعتك 150 امبير اور بتروح اجيبها 150 ريال او 120 ريال فالسؤال اللي دايما بيسيئه هل ينفع مش مهندس اركب بطاريات طاقة شمسية او اركب عفوا بطاريات سيارات ما كان بطاريات طاقة شمسية وتشتغل ولا لا سؤال ده في غاية الأهمية هجاوبلك بسرعة هناخد تفاصيله البطاريات بتاعت الطاقة الشمسية ما تنفع شيء تبدلها بطاريات سيارات لان ده تكنولوجي في التصنيع وده تكنولوجي التكنولوجي الخاصة ببطاريات تكنولوجي الخاصة ببطاريات الطاقة الشمسية بيسموها Deep Cycle Battery Deep Cycle Battery يعني Deep Cycle Battery بيسموها بطاريات الشحن العميق أما البطاريات بتاعت السيارات بيسموها Shadow Battery مش فاهم يا عم أنا ايه اللي بتقوله ده انت بتقول لي أنواع انا مش فاهم حاجة اشرح لي بالراحة ايبلك يا عم بالراحة النوع اللي بتتصنع منه بطارية السيارة جير النوع اللي بتصنع منه بطارية الطاقة الشمسية بطارية الطاقة الشمسية من الآخر تقدر تشحنها وتفضيها المهمة التفضيه بقى اللي هو The Discharging بطارية بقى أنت بتعمل The Charging ردنا على السؤال كويس عشان احنا ايه حتى نبقى خدنا جزئية في الإله لو أنت بصيت أي بطارية سواء كانت بطارية جافة أو بطارية حمضية عبارة عن Two Bully قطبين واحد positive واحد negative نفس القصة بطارية دايما بيبقى موجود عليها الجهد البطاريات بتاعتنا الstandard اللي بيشتغل عليها تمام اللي هي ال 12 أكتر واحدة منتشرة فيه 6 وفيه 48 وفيه 24 بقى كده الان بير التيار اللي بيطلع من البطارية أو بيتسحب من البطارية والوتجس اللي هي اللي هي القدرة بتاعت هذه البطارية معظم البطاريات اللي بيشتغل عليها يا إما ليد أسد بيسموها بطاريات حنضية بألواح الرصاص أو نيكال كاديم أو البطاريات الليسيوم أي بطارية بتاعتها باش مهندس لازم تاعتها بالأمبير أور والحتة دي مهمة جدا واحد يقول لك إيه وأنا جاي بطارية مش عارف كذا أمبير أور أو كذا وات أور يبقى راحلة القياس يا إما أمبير أور يا إما وات أور هتقول لي طب هي أمبير ولا وات أور هقول لك الباور سواء كانت بالوات أو بالأمبير تنفع لأن انت هنا بتعمل بي بتسواي في بي فالجهد سابت بـ 12 فلما بيتغير التار اللي بيطلع من البطارية أو بتسحب البطارية تتغير إيه الباور فدائما القياس يا إما بالأمبير أور يا بالوات أور معظم الناس بتجيب بالوات أور أو بالأمبير أور واحد يقول لي طب البطارية تكفي أحمالي كام أقول لك الحزبة ما تحسبش كده السؤال ما بتقلش كده أنت أقول لي هتحمل عليها إيه البطارية وقول لك تكفيك كام يعني أنا مثلا لو رحت جبت بطارية تمام البطارية دي مثلا عايزة تغزي تلاجة مثلا زي ما شايف في المثال 60 وات أور تمام وأنا جبت 60 وات عقا وأنا جبت بطارية ممكن تكفي التلاجة دي 20 ساعة لو أنا رحت جبت ركبت عليها تلفزيون والتلفزيون ده بيستهلك 25 وات في الساعة يبقى ديها تعمل هي تقدر تعيش 48 ساعة بالبطارية هي هي نفسها لو نفس البطارية ركبت عليها لمبة واحدة بس كشاف تمام وكانت لها قدرة معينة كذا تمام أقدر أشغلها عدد ساعات أقدر لأن الوقت هنا قل يبقى دائما أنت لما تقل البطارية لا تقول إيش تشغلني كام حسب أنت هتشغل مثلا عندك مركبين لك طاقة شمسية للإنارة بتاعت البنة افرض أن أنت نورت ثلاث كشفات والسبعة البائئين عندك عشر طفيتهم في الساعة دي تقدر تكلفيك الثلاث كشفات دول مثلا يوم حسب الحمل بتتحدد البطارية طيب تمام البطاريات طبعا لها بولارتي زي ما قلنا عشان تشحن من الطاقة الشمسية لازم يركب معها بتر تشارجر اللي هو منظم شحن البطاريات هذه الحتة اللي بجاوبك عليها هل يمكن استخدام بطارية السيارة لتخزين الطاقة الشمسية لا يمكن هو يمكن بس البطارية اللي هتجيبها هتوعد مثلا شهرين ثلاثة و هتلاقيها بازد وممكن تعمل لك مشاكل في الشبكة تحرى لك السيستم ليه لأن البطاريات اللي بنستخدمها في الطاقة الشمسية بنسميها دي بصي أحفظ الكلمة دي بطاريات الشحن العميق بطاريات الشحن العميق يعني الكلام ده يعني والله تعال أنا اوضح لك يعني الكلام ده بالتفصيل يعني لأنا خدنا السلايد دي كده نعمل السلايد جديدة أنا عايز أفهم بالبلد كده عشان نطلع من القصة دي أنا عندي بطارية سيارة ودي بطارية طاقة شمسية خلي بالمعلومات دي مهمة جدا هتفيدك في السيارة بتاعتق هتفيدك في الطاقة شمسية طبعا أنا هنا عندي بطارية بطارية السيارات بيسموها شالو باتري يعني بتشحن وتفرغ آخر حسب بقى كل بطارية 5% 10% بس أنا عندي البطارية ليها two function ليها بطارية فترة بتعمل charging وفي فترة بعد ما تشحنت بتعمل discharging يبقى في عندي البطارية مرحلتان يا شباب مرحلة بتعمل فيها شحن ومرحلة بتفرغ المرحلة اللي بتبقى فيها البطارية بتتشحن هي بتاخد من مصدر بشحنها هي بتبقى حمل تمام تمام لم زي مثلا هي بتاخد من الالواح او بتاخد من الدينامو بتاع السيارة يديها كهرباء ويشغل بطارية بشحن طيب هي كده بتعمل تشارجنج انا اللي هم مني بقى هنا بتكلم في الفرق الفرق في حتة ان هي هل ينفع البطارية تتشحن لحد كام وتفرغ لحد كام منها يعني افرض البطارية دي الشحن والتفريغ بتاعها اقدر اوصل لحد 90% يعني ايه لو مشحونة فل 100% تمام ويجيت افرغها هل اقدر افرغها للاخر يعني افرض مليانة 1000 شحنة هل ينفع انا افضي اخري افضي لحد كام من الالف افضي 90% الالف يعني 900 تشارج 900 شحنة طب امال هنا في الديب سايكل لا قال لك اقدر افضي لحد 90% من الشحنة يعني ممكن يبقى فيها 10% بس شحنات اقدر افضيها 90% ويفضل 10% اما دي لازم لما افضيها تبقى قاعدة مليانة 90% واللي دايما بشتغل عليهم العشرة اللي فوق انا اخري بفضي واشحن 10% ومال هنا اقدر اشحن لحد الفل وفضل حد 90% عارف دي تحت السيارات لو جدت فضيها لحد 90% تعتبر فتستحمل نتيجة لو انت بصيت هنا تخانة الالكتروض ده نفسه الواجه 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 والنجاتيب شايف ده اللوح ده تمام اللوح ده شباب ليه تخانة من جوا مسموع من اقطاب من النحاس تمام في حالة بطاريات السيارات بيبقى تخين لانه ليه القدرة انت تشحنه على الاخر وتفضي على الاخر اما البطارية بتاعت السيارة لو فضيتها اقل من 90% تمام يعني لو قلتها فضت لحد 50% تيجي تقومها داني ما تقومش ولذلك حتى لو تيجي تقل منك السيارة تمام لها اشتغلت فدي بتشحن وتفرغ اخرة بتلعب هنا انت في 10% لفوق اما هي دايما مشحونة 90% موجودين لو فضيت فيها الشحنة الشحنة مش معناها الالكتروض او السائل اللي موجود الشحنة اللي بتبقى متراكمة على الالواح تقدر الالواح هنا تقدر تفضى من الشحنة لحد 10% بس موجود تمام وتسعين فاضي وترجعها دي الطاقة الشمسية وبالتالي لازم اللوح نفس يبقى تخين وتحمل عملية الشحنة والتفريغ لحد 90% لو كان الالواح دي رئيئة تمام التخانة بتاعتها اقل مش هتقدر وده ناتج من طبيعة استخدامك لمين ليه البطارية السؤال انا وايه فايدة البطارية في نظام الطاقة الشمسية ببساطة السيارة انت عايز يعني حاجة مختلفة عن الطاقة الشمسية تماما السيارة عايز انت ايه الهدف من البطارية هدف من البطارية انت محلولت لما تشغل بالمفتاح بتاعت الكنتاج عايز كمية شحنة عالية جدا تعمل ستارتنج تمام للموتور من خلال الكلام البطارية بتدي المارش اللي هنسميه مارش في مطار انتو بتسموه السيلف هنا في السعودية تمام حتى لما يحصل اي حاجة مشاكل في الستارتنج او دج السيلف دج السيلف ده انه هو الستارتنج بتاع البطارية مش قادر يشغل المارش اللي هو عبارة عن دي سي موتور ده هو اللي بيحرك المارش ده او السيلف هو عبارة عن موتور صغير يعني فعلا برضو نشرح هيعدت في الميكانيكا المفروض المهندس يفيدنا فيها قادر الموتور ده لا انا فهم غلط يعني يفيدنا فيه تيرس هنا كده اسمو تيرس الفليم تقريبا وفي السيلف نفسه اول ما انت بتشغل السيلف ده بيدور بيدي الروتيش للموتور الكبير عشان يعمل ستارتنج تمام فالفكرة هنا ان انت عايز البطارية تعمل ايه تدي لك شحنة كبيرة في زمن صغير تاني الهدف من البطارية في السيارة يعني انت لو السيارة ماشية والبطارية عضلت لو انت خدت لطشة كهرباء من اي حد هتقعد مش هتظهر التأثير بتاعها غير لما تيجي تدور معناها ان البطارية لازمتها في بداية التشغيل ستارتنج عايز تعمل ايه في الستارتنج عايز ادي شحنة كهربية تمام تيار وبولت باور يعني عالية في زمن صغير يبقى الزمن بتاعي ده عايز يبقى ايه زمن صغير ما تقعدش تشحن في وقت ده 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 ما تاخد ليش مثلا عشر يعني ينزل خط كده ولا عايز تاخد وقت تمام لا انا عايز اتفرغ بسرعة لان لما باجي اشتغل ما بتبقاش هي هي بتبقى شحنة وانا بفرغ يبقى المهم عندي ايه زمن التفريغ ده ما يبقاش واخد طايم كبير ما هنا مثلا من خمس ثماني لحد مثلا الف ولا لعشرين ثانية مثلا خمس دقايق لو جيت اشغل السيارة حط المفتاح كده واشغل هتاخد لخمس دقايق تبقى مشكلة تمام دايرة الاجنيشن لازم تبقى سريعة تمام فليبي بيبقى زمن التفريغ سريع يبقى ده الفنكشن بتاعت السيارة وبعد ما اشتغلت خلاص انت اول ما عملت البطارية تشحن البطارية بتتشحن من خلال السيارة او المحارج بتاع السيارة طيب يبقى فايدة البطارية السيارة تستخدم في البطارية وبتتشحن وتفرغ لحد يعني لازم تبقى مليانة 90% وانت بتلعب في 10% بس اما البطاريات بتاعت الطاقة الشمسية انا اسألك سؤال هل انت عايز البطارية من الساعة مثلا 8 لحد الساعة 4 عادي او عايزها تفرغ في ثانية بالعكس ده انا عايزها تاخد اطول وقت ممكن في التفريغ عشان تقدر تشغل الاحمال في الفترة دي فطبيعة الشحن البطيء والتفريغ البطيء وهو المهم عندي التفريغ يعني الشحن ماشي على عين وعلى راسي مهم بس اللي همني تمام اكتر حاجة بسموها depth of discharging يبقى احنا عندي تحاجتين الكيرفو طالع بيشحن بسموها SOC ياريت الناس يعني المحررة متسجلة او اكتبها دول كلمتين مهمين جدا في البطاريات SOC state of charge حالة الشحن طب وانا ونازل كده يبقى DOD اهم كلمتين في البطاريات لان الناس متخيلة من البطارية قدرة بالامبير وقيمة جود 12 و 14 وخلاص لا كلام ده مش هزهر غير للناس المتخصصة عشان تفهم الcharacteristics بتحت البطارية خصائص البطاريات بتعتمد على زمن الشحن وطريقة الشحن وزمن التفريغ وطريقة التفريغ يبقى حاجة بنسميها حاجة بنسميها state of charge state of charge state of charge و dips off دبس كل ما يكون التفريغ ده عميق يعني بياخد وقت اكتر راح قال لك والله ده اللي احنا سميناه نوع البطاريات سميه deep cycle deep cycle بطاريات الشحن العميق اقدر افضيها لحد 90% منها وشغلت لها اشتغل التاني طبعا بيظهر هنا فيه كرب بيدي لك اللي هو العمر الافتراض البطارية بطاريات السيارات لو انت شغلت عطاق 10 سيعة لها ما تكملش شهرين ثلاث وعشر فيها مشكلة اما بطاريات الشحن العميق ممكن تشتغل معك لحد الف cycle يعني دورة كاملة كل يوم دورة فهو بيقول لك هنا تقدر تشتغل لحد خمس ثلاث يوم خمس ثلاث يوم دول كم سنة انت عندك اليوم 365 و 350 فالسنة المطروض أو الالف ثلاث سنين طبعا مش كل البطاريات بتشتغل انت تقول البطاريات ضمانها 15 سنة لا البطاريات المتوسط بتاعها ضمانها خمس سنوات من معظم الشركات فبيبقى معظم الناس بتشتغل على الجزئية من 1000 لحد مثلا 1500 يوم اللي هما تقريبا خمس سنوات ويقول لك بعد الخمس سنوات دول هي البطارية ممكن تبقى قاعدة بحالتها أو ممكن تكون العمر الافتراض بتاعها انتهى بناء على الالكتروض اللي جوه اللي هو النحاس ده والسائل اللي هو كتير فالبطاريات اللي هنا بنستخدمها يا شباب بنسميها بطاريات deep cycle battery والسؤال ده مهم جدا برضو من أحد البطاريات اللي هنا بنستخدمها بطاريات النكل كادميوم غير بطاريات الرصاص وفيه بطاريات الليسيوم كمان بس الليسيوم بيبقى فيها خطر في موضوع الشحن والتفريغ والكلام هنأخد توصيل البطاريات بوزة ونيجيتف مع توصيل الألواع